محمد حشيش والأستاذ عصام شالتوت والأستاذ محمود شوقي هنتكلم في موضوعات كثيرة جدا وهمة جدا أماها طبعا المنتخب الوطني المصري والنادي الأهلي واستعداداته خلال المرحلة القادمة وكالعادة طبعا لازم نتكلم عن الإعلام الرياضي واللي بيحصل من الشخصيات اللي بتحب الترنت زي ما حضراتكم عارفين يعني وزي ما متعودين هناك بعض الكلمات اللي هنتكلم فيها بس فيها اتصد حتكلم فيها هذه الأمور نهاردة منذ قليل أو منذ ساعة تحديدا في مدخلة مع كابتن أمير توفيق انفرض برنامج ملك وكتابة بإنهاء التعاقد مع وسامة أبو علي طيب الكابتن أمير قال خلينا أقول لحضراتكم إيه اللي حصل الكابتن أمير قال إنه تم الأمور إيجابية بخصوص هذا الاتفاق مع النادي ومع اللعب فالحقيقة ده الكلام اللي قاله كابتن أمير وقال إنه تم إنهاء كافة تفاصيل التعاقد مع النادي ومن المقرر أن يصل اللعب خلال اليومين القادمين لإجراء الكشف الطبي صفقة مهمة وأول صفقات زي ما حضراتكم شايفين المارد الأحمر في الانتقالات الشتوية المهند سعادلي وأمير اتكلمه طبعا عن المجهود والشغل المبذول من الجميع لإنهاء الصفقة وإن الصفقة جاءت لترشيح من إدارة السكاوتينج برئاسة كابتن هاني رامزي أعتقد إنه حاجة جميلة جدا والكل يشاهد مدى التعاون اللي بيحصل في النادي الأهلي نادي الأهلي هو نادي مؤسسة نادي مؤسسة كل الأمور فيه بتمشي زي ما حضراتكم شايفين فيش حد بيتم الترشيح بيتم العرض على المدير الفني المدير الفني بيوافق بعدين لجنة التخطيط بتوافق وبعدين من خلال شركة الكرة بعد كده ابتدى الكابتن أمير توفيق إنه هو يروح على الاسم اللي تم التوافق عليه من الجميع الحقيقة هتقول لس دي عمده كتير وهذه الحقيقة هذا هو ما يحدث هذا هو الأمر المؤسسي داخل النادي الأهلي احنا بس حبينا نوري حضراتكم طيب من ضمن الأمر المؤسسي هل أنا مثلا ما كنتش يعرف إن الصفقة دي خلصت مبارح ومن خلال قناة الأهلي ومن خلال البيت الكبير أنا قلت لحضراتكم إنه لن يتم الإعلان رسميا عن أي حاجة إلا من خلال منصتين المركز الإعلامي للنادي الأهلي وصفحة النادي الأهلي رسمية وقناة النادي الأهلي كثيرة جدا جدا تخص كل الأمور كل الأمور أنا مش بكلم على هذه الصفقة فقط ولكن أنا بكلم على كل الصفقات اللي بتحدث في النادي الأهلي بشكل عام فمصلحة النادي الأهلي تقتدي بأن احنا في بعض الأوقات نسكت في بعض الأوقات زي ما قلت لحضراتكم مبارح نعمل إيه؟ ننتظر الإعلان الرسمي سواء من المركز الإعلامي وقناة النادي الأهلي وده اللي بيحصل غالبا وده اللي حيحصل خلال الفترة اللي جاية إنه زي ما الكابتن أمير توفيق قال قال إنه اللاعب حييجي في خلال الأيام القادمة ما قالش إمتى وحيجري الكشف الطبي وإن شاء الله يكون يتم الإعلان رسميا بقى من خلال مؤتمر ما عرفش إيه اللي ممكن يحصل خلال الأيام اللي جاية ده حيبان بعد إعلان النادي الأهلي ما سوف يحدث خلال الأيام القليلة القادمة ولكن زي ما قلت لحضراتكم لأنه الناس بتظلم القناة كتير جدا والله في بعض الأوقات يقول لك أصلا أنتم ما بتجيبوش لعيبة مثلا مثلا يعني الناس يقول لك أنتم ما بتجيبوش لعيبة وحاولوا تجيبوا لعيبة مين قال لحضراتك إن إحنا ما بنحاولش ومين قال لحضراتك إن إحنا ما بنجيبش لعيبة ومين قال لحضراتك إن إحنا مش هنجيب لعيبة ولكن دايما مصلحة النادي لازم حضراتكم تبقوا عارفين هذه الكلمة مصلحة النادي الأهلي فوق كل اعتبار فوق الجميع فوق الجميع يعني إيه يعني فوق القناة وفوق الإعلام وفوق المركز وفوق كل حاجة تأتي مصلحة النادي الأهلي أولا ولعبت النادي الأهلي في الكرة وفي كل الألعاب ومجلس إدارته وقبل كل دول جماهيره فاللي بقول لحضراتكم انتظروا واحدة 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 على الناس عشان الحمد لله النهاردة انفراض كبير جدا ومهم جدا 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 من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وبشكر الجميع على هذا الأمر وفي نفس الوقت الأيام اللي جاية لسه فيها أيام جميلة جدا جدا وحاجات هتحصل تانية زي برضو ما كابتن أمير والمهاند سعاد للقيع اتكلموا في هذا الأمر مع الأستاذ إبراهيم المنيسي في برنامج ملك وكتابة مرة تانية بقول لحضراتكم الحمد لله الأمور تمشي على قدم وثاق خلال هذه الفترة فترة الانتقالات الشتوية الكل يعمل في صمت قد تجد بعض الأسماء تعرف ما يحدث داخل النادي أو بعض الصفقات بتحدث ولكن أن الكلمة أن النادي الأهلي فوق الجميع دايما هي اللي بنضعها أمام أعيوننا جميعا عشان كده أنا قلت لحضراتكم مبارح انتظروا الإعلان الرسمي لو لوحد عايز يجري على ترند أن مصلحة النادي الأهلي فوق الجميع ترجمة نانسي قنقر